أرحب بضيفنا المختص في الملف الإيراني بهنام بن طالب لو أهلا بك في برنامج اليوم على قناة الحرية كما تبعنا في التقرير هناك غليان داخل الشارع الإيراني وأيضا هناك سياسة للتضييق على الأقليات ومنهم عرب الأهواز وكانت أيضا تبعنا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وكانت واضحة للتنديد بذلك السياسات يعني في ظل كل هذا إيران إلى أين نعم إيران في أكثر من مجال بدأت تصل إلى نوع من الانقسام بين الدولة والمجتمع معنى ذلك سياسيا يقرره الشعب الإيراني وكذلك رغبة النظام باستعمال القوة الفائقة لوضع حد الاحتجاجات اليوم ورد احتجاجات الغد أعتقد أنه في نهاية المطاف ستحاول الدولة أن تستمر الدولة بقمع المجتمع والمجتمع سيحاول أن يعبر عن نفسه على أي حال الوزير بومبيو كان على حق للإشارة بمعاناة الأقليات ولكن هناك أيضا معاناة للشعب برمته ليس الإيرانيين من المسيحيين أو اليوود أو العرب بل كل الشعب الإيراني الذي يعاني من هذا النظام معاملة الأقليات وخاصة الإثنية والدولية هي مشينة ولكن علينا أن نتطلع مع سياسة تسمح بتمكين الشعب الإيراني لأن المعامنات على مستوى الجميع نعم يعني بها نامي وصلت التهديدات أيضا إلى الأكراد خاصة بتنفيذ عمليات عسكرية داخل حدود الدول المجاورة يعني ما هي تدعيات إن فعلا تطبق هذا وأتت التهديدات بفعلها مسألة أساسية منذ الثورة الإسلامية كانت التعامل مع المسألة الكردية نتذكر في أيام الحرب التي دمت ثمانية عاما مع العراق كان هناك محاولة للدولة لاستغلال بعض المجموعات الكردية ضد مجموعات كردية أخرى مجموعتان في الواقع إحدهما كانت مع صدام حسين والأخرى ضدهم وبالتالي في هذا المجال إن هناك محاولة من النظام الإيراني باستغلال القضية الكردية لمحاولة القضاء عليها نعم هناك أراء تصف الأقليات في إيران بالخاسرة الرخوة التي قد تجعل بالإطاحة بولاية الفقه إلى أي مدى توافق أنت هذا الرأي؟ أعتقد أن معاناة الأقليات الإثنية أو الدينية ستلعب دوراً لأنهم يعانون من جراء طبيعة قمع هذا النظام ولكن مجدداً كل الشعب الإيراني يعاني لا أعتقد أنه يمكننا أن نختصر المعاناة لمجموعة ما أعتقد أن هذه المعاناة عضوية ويعاني منها كل الإيرانيون وبنهاية المطاف أعتقد أن الشعب سيتخطى الدولة نعم هذا في الشق الإنساني ولكن أيضاً هناك الشق الاقتصادي لأن الوضع الاقتصادي في إيران مذري جداً وإيران عينت اليوم محافظ جديد للبنك المركزي هل هذا يعتبر لعب في الوقت الضائع؟ وهل إيران اليوم قادرة على مواجهة الأزمة المالية والعقوبات الدولية؟ في نهاية المطاف إيران لا يمكنها أن تتحمل عقوبات جديدة خاصة فيما يتعلق بالنفط التي سيبدأ تطبيقها في شهر 22 نوفمبر كذلك يجب أن نطرح السؤال عن الدول الأخرى مثلاً وزير خارجية تركيا قال إن تركيا لن تشارك في العقوبات وفق الطلب الأمريكي وبالتالي على أمريكا ربما أن تعاقب تركيا أيضاً لأن تركيا تريد أن تستمر في تجارة مع إيران فيما يتعلق بمحافظ البنك الدولي هي لعبة من قبل النظام في تغيير المسؤولين عن البنك الدولي كان هناك أيضاً تعييناً سابقاً لمسؤول البنك المركزي والمحافظ الجديد إن استمر بالقيام بعمله كمحافظ للبنك الدولي هو أيضاً سيعاقب من قبل أمر تنفيذي يكافح الإرهاب لأن البنك المركزي في إيران يمول الإرهاب وبالتالي هذا ما رأيناه في السابق وقد نراه لاحقاً نعم، على ماذا تعاول إيران؟ ريال إيراني ينهار يوماً بعد يوم الوعدة الاقتصادي في حالة يذرى لها على ماذا تعاول اليوم إيران؟ خاصة أن الحالة الاقتصادية شبه معدومة داخلياً يبدو أن إيران في هذا المجال تعاول على أمور أربعة أولاً الالتزام الأوروبي بالاستمرار بالاتفاق النووي وتعتقد أن أوروبا ستحاول بتخطي العقوبات الأمريكية كذلك تعاول ثانياً إيران على دول أخرى خاصة في آسيا للاستمرار في التجارة مع إيران وبالتالي عدم تطبيق العقوبات الأمريكية هناك نتكلم خاصة عن الصين والهند لأن بعض المصارف في هاتين الدولتين ستعمل على تسهيل التجارة مع إيران إيران أيضاً تعاول على إمكانية الاستمرار في قمع الاحتجاجات داخلياً وإيران تعتقد أن إدارة الرئيس ترامب قد تقدم للنظام ما تقترحه لكوريا الشمالية وروسيا بمعنى نوع من المفاوضات إما الآن أو بعد سنة أو سنتين أو أكثر ولكن إيران تتطلع إلى الحصول على تنازلات أمريكية نعم المحل السياسي المختص في الشأن الإيراني بهنام بن طالب لو كنت معنا في برنامج اليوم شكراً جزيلاً لك